السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة قراءة فنجان وطروط موليد برج الميزان بإذن الله للأسبوع الأخير من شهر يناير لعام 2022 بس أنا نبدأ الفيديو لو أنت دي معنا في القناة تغير تشتراك وفعل الجرس عشان ينصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية لبرجك والحاجة الزفراءة خاصة رقم مواطسة قدامك على الشاشة ويأتمنى تشرفوني في قناة القراءات العاطفية تروط الأب الروحي هتلاقوا لينك بتاعها أسفل الفيديو في صندوق الوصف نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم برج الميزان الموت ثلاث كؤوس ملك الكؤوس برج الميزان نقدر نقول يا مولود برج الميزان أن فيه شخص في حياتك شخص يعني نقدر نقول قوي نوعا ما أو ناجح نوعا ما أو شخص مميز وقريب منك لدربة كبيرة بيكون هناك انتهاء انتهاء صراعات بينك وبين هذا الشخص أو انتهاء صراعات عند هذا الشخص في آخر أسبوع من شهر يناير ربما ينتب عن ذلك قطع علاقة أو ربما ينتب عن ذلك انتعاد عن هذا الشخص بشكل نهائي أو ربما ينتب في احتمال آخر أنه بتكون فيه مشكلة كبيرة انتهت ما بينك وما بين هذا الشخص أو عند هذا الشخص الإيمان الإمبراطورة وست عملات الكرودة اللي بتبشر أنك انت طوال الفترة الماضية يا مولود برج الميزان كنت بتتمنى من ربنا شيء معين زي زيادة في الراتب أو زيادة في الدخل أو شيء من هذا القبيل في شهر يناير يا مولود برج الميزان هيحدث تطوير في حياتك لدرجة كبيرة بحيث أنك انت هتحقق نتائج مالية جيدة وهيحصل عندك ما يشبه زيادة في دخلك أو زيادة في الراتب ربما يرمز هذا الأمر الترقية أو ربما يرمز إليها زيادة في الراتب ولكن الأكيد أنها هيحدث زيادة في الراتب مريكا العملات فارس السيوف وخمس كؤوس نقدر نقول أن الكروت دي بتظهر أن هناك شخص له سلطة مالية عليك يعني إيه له سلطة مالية يعني معها أموال وأنت بتشتغل معاه أو شيء من هذا القبيل أو ليه سلطة مالية عليك بيحدث في الأسبوع الأخير من شهر يناير تحديات كبيرة بينك وبين هذا الشخص ومشاكل كبيرة ممكن تضعك في حالة نفسية سيئة وتكون خايف من إنهاء الشراكة بينك وبين هذا الشخص فارس العصى البرق آسر عملات الكروت دي بكل بساطة بتدلي على صراع بينشأ في مقر عملك المكان اللي انت شغال فيه بيحدث صراع كبير جدا أو شديد وبينتب عن هذا الصراع تصولك على مبلغ مالي كبير مستحق ليك أو كنت انت بتطالب به أو هو ساب الصراع ليك عسي تلات سيوف الامبراطور الكروت اللي بتبشر إنك انت يا مولوب برج الميزان في عز حزنك أو في عز يأسك إنك انت ما تلاقيش إجابات هتلتقي بشخص له سلطة كبيرة تمثل عندك في سؤالة الامبراطور يعني مسؤول كبير في حياتك هذا الشخص سيحقق لك أسطورتك أي هيساعدك على تحقيق حلمك والوصول إليه وهيقدم لك الدعم الذي أنت بحالي سبع عملات ثمان سيوف وسبع كموس بكل بساطة أنت تمكنت من تخطيق عدة إنجازات وعدة نجاحات وأشياء رائعة في الماضي يمكن تجد إنك انت أوضاعك معلقة بعض الشيء ولكن بإذن الله مع بداية شهر فبراير أو في الأسبوع الأخير من شهر يناير هتحصل على الأموال الناتجة عن الأعمال اللي أنت كنت قمت بيها أو المهام اللي أنت سنعطع نبص على الأركل فضح وكشف قوة الهدف تنزيه الأسد نقدر نقول إن هناك شخص هيفضح لك في هذا الأسبوع أو هيكشف لك على حقيقته وهتكشف نوايا وهيكشف إنه كان ليه هدف سيء بيسعى إليه لقاءات قريبة رؤية من الأعلى دع هذا وتخلص منه يعني ما تخليش فيه عقد عندك من الحب أو من التعامل مع الأشخاص أو من الثقاف أشخاص وحاول تنظر للأمور من الأعلى وبحكمة شديدة حتى لا تتأثر بالأشخاص السلبيين اللي بتقابلهم واللي كلنا بنقابلهم في حال نبص على الفنجان حالتك النفسية يا مولوب برج الميزان مش سعيدة ومش حزينة ولكن هناك مشكلة بتؤثر عليك بشدة وبتؤثر على نفسيتك لدرجة كبيرة شايف زي ما يكون هناك صراع بين عمالقة يعني مجرين بقى من مضرائك شخصيات عملاقة في حياتك ولكن هم أشخاص أصحاب قوة كبيرة في حياتك بيحدث صراع بينهم وهم الاتنين وانت بتشاهد هذا الصراع بتقترب كثيرا يا مولوب برج الميزان من الوصول إلى القمة التي تسعى إليها وهناك شخص خلفك في ظهرك بيحميك وبيؤمنك حتى تصل إلى هدفك في نهاية خلافات كنت بتمر بيها بشكل نهائي ونهاية مرحلة من الصراعات ربما هتصبر على شيء أو هتصبر على هدف زي ما تكون بتصبر الشيء دوت هيكون انتقام من عدو آزاك كثيرا وهتستطيع بإذن الله ولكن ينبغي عليك الصبر وينبغي عليك عدم التصرع أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الميزان ما تنساش تلغط اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك التوقعات الشهرية والإسبوعية لبرجة والحجز القراءة خاصة رقم الوصول قدامكم على الشاشة أتمنى تزوروا قناة الأب الروحي هتلاقي اللينك بتاعها في صندوق الوصف شكرا يا مولود برج الميزان السلام عليكم